أعزائي التلاميذ تلاميذ السنة أولى إعدادي مرحبا بكم اليوم سوف نتكلموا على صوت جيولوجيك الخرجة الجيولوجية ما هو اللوازم التي يجب أن نأخذ معي في هذه الخرجة الجيولوجية وكيف تتم الدراسة هذه الخرجة الجيولوجية إذن تبعوا معي حتى الآخر الحلقة لكي تستفيدوا إن شاء الله اللي ما زال ما اشتركش في القناة الجديدة فقد نخلي الرابط ديالها في الوصف حاولوا تأبونه فيها باش نبدأوا بعد ما نوصلوا لألف أبوني إن شاء الله كم العادة تلاقوهم بعد هاد الفاصل يقلس مرتاح وكبر الشاشة وركزوا معي حتى الآخر دقيقة على بركة الله صباح الخير ومساء خير يالا الرواح مرحبا إذن نبدأ على بركة الله واحد ده البتئرابال والتذكير بالنسبة للعلم الجيولوجي فالدورة الأولى غالبا الدروس التي يدرسوا فيها الأدادية هم الدروس لها البيولوجية واللي هي العلم لالحياة كنتوك تدرسوا فيها الخاصائزة لكائنات الحياة الكاركتيريستيك للأيضان مثل شتو برغمات ومثلات صباحة وين تقرأ في نية الدولار نقرأ الجيولوجيا العلم الذي يهتم بالدراسة الأرض تدريد أن نشاء الأرض وووظة التسود في سطح أرد هذه الجيولوجيا يمكن ان يقسم ب 2 قسم وهذا الإول Eltern ما يدرس جيو ديناميك أكثر من الظاهر الجيوالوجيا الخارجية وطني ما يدرس جيو ديناميك أنترن جيو ديناميك أنترن تصبح الظاهر الجيوالوجيا الخارجية فمجموعة من الظاهر لتصبح الصب كيف يشكلها الطبقات الرصوبية يرى جميع الظاهر بالتفصيل إن شاء الله نعيش النقل من هذا الرواسب كان الفوسيليزازيو نتكلم عن المفهوم المستحاته إلى آخره هذا هو بعض الظواهر الجيولوجية الخارجية التي تحدث في الخارج سطح الأرض وكان هناك أخرى فنومن التي تغاني على سورفاس بلتو على الإنطار على الأرض مثل السييزم وهما الزلازل والفولكون الباراكين هذا هو الظواهر التي تحدث في الباطن القرى الأرضية سوف ترونها في السنة الثانية مفهم؟ لذا أننا قمنا بتطعب المظاهر والمزاة الجيولوجية وننظر كيف سوف نشكل هذه الصخور إلى آخره والعوامل والدينامية الأرضية سوف نتحدث عن مفهوم الموضوع سوف نتحدث عن مفهوم الميزان على الجيولوجية حيث نتحدث عن مفهوم الميزان وستخدموا كل مستحيل الأدوات التي سأخذتها لتحضب هذه الصفقة الجيولوجية جميعا لنجمع الجمعات من الأدوات أولا نجمع الكارتة طبوغرافية من المتاقة التي سوف تعملها في الخرجاء لكي تحديد وقاليز على المكان لنحدد المكان الذي سوف تقوم بخرجاء الجيولوجي لنجمع أيضا لنجمع المكبير يدوي لنجمع تصمد مشقابات لكي ترى المكونات عن قرب لنجمع المكونات من الصخور ومعادين يجب أن تقوم باخيرة بالصدق لنجمع المبخودة لكي نمشع على جميع الجهاز لنجمع الأجوال لنجمع تجاحة المطلس الخريطة في الميدان نجمع أيضا كي نجمع الغينات ديال الصخور. بوكاسي لغوش اكستخير دي مرسو. وخصنا اضن واحد الحمد واحد الزجاجة ديال الحمد. بوكتستي لغوش. لحقاش كان بعض الصخور اللي كتفاعل معها الحمد. بحال بعض الصخور الكيلسية اللي غدي نشوفها بتفصل في الطرس المخبرة ان شاء الله. دوك غدي نتستيو بهاد الحمد غدي نتستيو غدي نختبرو صخور في الميدان. دوك هدي بعض الصور اللي كاسبين بعد الادوات اللي شفنا. ا هي الكارت توبوغرافيك. اه ب هو المغضو. السي هو هاد الفلاكون داسيد. عندنا الدي هي اللوب. و اه هي البوصل. در بيان. اذا نشير لكارت توبوغرافيك. الخريطة التوبوغرافية. الخريطة التوبوغرافية هي واحد تمثيل مصغر ديال التضاريس في واحد المستوى. ذو هادوك تضاريس اللي كنشوفهم في الطبيعة. يعني الجبال السوهول اللويديان الغابات الى اخر. احنا كنشوفهم تولاتيات الابعد. احنا كنشوفهم في هذه الخريطة. كنشوفهم في واحد المستوى مصطح بلا. نفهم هدي. و كنسموها لكارت توبوغرافيك. خريطة طبوغرافية ديال التضاريس. مزيح. ايضا هاد بليتو هاد الخريطة هدي. فيها مجمع من المكونات. في هالوتيتخ العنوان. لالجاند المفتاح. لشيل مقياس دولة السلم. او الوريونتاسيو. يعني التوجيه ديال الخريطة. لالتجاه دياله. هاد نشوف كل العنصر بتتفصل. اذا. الوتيتخ يكون غالبا كي يكون الفوق. الانديك لليو ربخزنته بار الكارت. كي يقولنا المكان اللي كيمتله او كتمتله خريطة. بار اكزمبل كنكتب الفوق هنا. الكارت دو كازابلانكا. يعني منطقة المعنية بها هاد الخريطة هدي. هل تفهم هدي؟ نعم ايضا لالجاند. لالجاند كما قلت لكم هو المفتاح. يتعلم على المفتاح. هنا في التحت تلقى مثلا بعض الالوان و بعض الربوز. مثلا. هذا كسميه مفتاح هذا. لالجاند. مثلا. الون الزرق يدل على الماء. الون الخضر يدل على الكوفير فيجيتال. أو الفوقي. النباتات. الون مثلا. تلقى مثلا. تلقى مثلا. واحد الهلال. يعني مثلا. الموسكي. المسجد. وكين مثلا. خطوط متقطعة. كتعني طريق الى اخيره. ذو كذلك بعض الرموز. اللي كتشير لهم الخريطة. كنجمعو هاد الرموز والالوان. وكنسميوه لالجاند. ولا المفتاح. كلقى اضل الميقياس. والسلم. مثلا هنا. هذا كنسميه لشيال غرافيكي. مثلا. واحد سنتيمتر على الخريطة. كيمتل في الواقع خبسميات متر. حسبنا واحد جوجة النقطة. واحد نقطة هنا. واحد نقطة هنا. حسبنا مسافة 1 سنتيمتر. في هذه الخريطة. فرها في الواقع كتمتل 500 متر. ثم هذه 500 متر صغرناها في الخريطة. ورطيناها 1 سنتيمتر. كنظن ان الامور واضحة. كالقى اضا. واحد لفلش. يشوف الفوق. الآن ديك. ونظرها بهذه الطريقة. ونظرها بالتجاه. غالبا تجاه الفوق. والتجاه التي يشوف في الفوق. ونظرها على الشامل. نظرها بالتفاصيل. الاتجاهات هذه. إذن السلنة كما قلت لكم هو الأشيال والشوائد الأشيال هدا هو الوغا بور entre petit et grand et يعني كالرمزل بأو وكيساوي المسافة على الخارطة مقسومة على المسافة الحقيقية مثلا كالقوعة ثانية إما كالقوة ذاك الاشيال الغرافيك اللي شفنا في الصورة اللي فاتت ولا كالقوة واحد الكاسر بحالها كالقوة واحد مقسومة على مثلا مئة ألف بشك يعني هذا الشيك يعني أن واحد سنتيمتر على الخارطة كي مثل مئة ألف سنتيمتر على الواقع مفوما هذا؟ دوك دروري الوحدة اللي كنديرها الفوق هذه نديرها التحت واحد ماتر على الخارطة كي مثل مئة ألف متر على الواقع مفوما هذي؟ دوك حنا غالبا كنخدمه بسنتيمتر في هاد الحالة ديانو نعطوكم مئة ألف باش فيموه كالكاسر دي واحد الكارة اللي شيل ديها هو واحدة لخمسين ألف هذا هو اللي شيل ديالها تخوفي لها ديستانس غيال A بين 2.A و B بين 10 سنتيمتر لذلك واحدة لخارطة السلم ديالها هو واحدة لخمسين ألف مفوما هذي؟ سنحسب المسافة الحقيقية ما بينجوج ديال النقاط A و B بحيث أن المسافة اللي كان عبرها في الخارطة كلها سنحصلها 10 سنتيمتر إذن وش عندي في المواطيات؟ واحد سنتيمتر كنتمثل 50 ألف سنتيمتر صغي 50 ألف سنتيمتر و 10 سنتيمتر كنتمثل A هذا هو اللي نقلب عليه ثم أغلب عليه لا دعين أغلب عليه لعلاقة التولية كنتمثلة على عدد في هذا A في واحد كنتمثلة ديال 1 في A كنتمثلة 10س 0 أغلبها و كان عدد و كان نقسم على عدد ما الذي نقول أن ينقسم على 1 يعني بحل ما قسمت على التشيحات كنتمثلة مداربة 50 ألف نكتشاب قد نحيط حزوج هاته سنتيمتر مع هاته سنتيمتر أن نختازل بهم ايضا غير واحد سنتيمتر واحد الي كان هنا طفشا كساوي عشرة هاته خمسين ألف سنتيمتر هي خمسمائة ألف سنتيمتر لنقوم بحزوجه الاسفار حيث نحوولها للمتر خمسة ألاف متر اللي هي خمسة كيلومتر هاته هي المسافة الحقيقية نفهما قد ندخل اخير بارتي اتيجاهات لاريونتاções في الاتيجاهات كالقاوس executing the Boins Cardinns the 4 Boins Cardinns هما الشمال الشرق للجانوب нал «Nor» «Lest» «Lusy» «Luest» كالمزولهم الـ N, E, S, O فإذا كنت في القارة فغالباً الشمال هو الأعلى الفوق من تحت كي يكون الجنوب عن ليما يكون الشرق وعلى الليصر كي يكون الغرب كما نحدد destاجات ذلك بالخريطة و باش نوجهها الخارطة في الميدان كنستعملLEبوسول البوسالة وهـــــلي نقال هـــالفيديو لكيفيدن مvisلا كيفية توجيه الخارطة في الميدان بحيث أن cabbage��ــــ هـــه واحدة الإبرة مغناطيسية كتقلب على الشمال المغناطيسي و ما بين الشمال المغناطيسي والشمال todoladENTE كان بيلياتهم محتاج للزاوية سنشوفوا كيفاش نوجه الخارطة في الميدان خلال هذه الفيديو شكرا لـأملائه في وقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر